السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه? اهلا وسهلا بكم والنهاردة بازن الله هنعمل ريفيو لكتاب المعاصر لجريد سكس او صف السادس الابتدائي تكنولوجيا المعلومات للاتصالات او اي سي تي للمدارس الرسمية والخاصة لغات. يلا كده نفتح الكتاب كده هو بالسلوفانة بتاعته وهنروح بس كده ايه? نحاول نفتح بالقلم كده. هم محافظين عليه الصراحة بالسلوفانة دي يعني لحد ما يوصل لك من المكتبة والتخزين وا 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 لايه ايه هو محافظ عليه بالسلوفانة دي. اول حاجة موجودة مع الكتاب طبعا هي الاي سي تي او اللي هي الجزئية بتاعت الاجابات بتاعت الاسئلة. اجابات الاسئلة. كل الاسئلة او في كمية كبيرة جدا من الاسئلة موجودة جوة الكتاب. فاحنا هنلاقي الاجابات بتاعتها فين? هنلاقيها موجودة هنا. جوة ايه? جوة الملحق اللي موجود مع كتاب المعاصر. جميل جدا. انت كمدرس او كوليه امر وعايز ترجع على اي اجابة هنا تتأكد منها تلاقيها موجودة معاك. طيب الكتاب بتاعنا بقى. كتاب بتاعنا تصميمه والغلاف بداية من الغلاف بتاعته حاجة شيء جدا. الورق تقيل جدا. الاجزاء ديت بارزة. يعني الشعر الكلي دوت بارز. بارزة. كل ده بارز. طبعا اللوجو بتاع المعاصر بارز. لو فتحنا كده الكتاب مع بعض كده واحدة واحدة. وقلبنا هتلاقي تكتب بيانتك هنا. هتلاقي فيه مقدمة. طبعا. انا مش يعني مش هقرأ لكم كل حاجة بس عشان ما طولكوش في الفيديو. هتلاقي الصفحة دي هتلاقي فيها حاجة اسمها تطبيقات الالكترونية التفاعلية. لو عملنا سكان لكل موجود هنا هتقدر تدخل على تطبيق تفاعلي تتعلم تتفاعل تتقل الدرس من خلال الايه. دوة اللي موجود هنا. عندي كيو اركو تاني تقدر تقدر تستخدمه وتعمل له سكان عشان تدخل تسمع لقموس الايه? قموس المعاصر الناطق من خلال الكيو اركو الكو الد اللي موجود. اللي موجود هنا معها. حتى هو بيقول لك تعلم نطق الكلمات مع قموس المعاصر الناطق للمفردات اللغوية الخص attract بالمنهج. بعد كده عندي بيقول لي دليل الكتاب بتاعك في ست اجزاء. في حاجات كتير كده الموجودة المعاصر اللي موجود في النهاية كل حاجات دي. بعد كده بيقول لك جدول لمواصفات الورقة الامتحانية. يعني المادة بتاعتك من كم درجة. داخل المجموع طبعا احنا متفقين بالقرار الوزاري التاحة حتى هو ازاكل في الرقم القرار الوزاري التاحة هو تاريخه. اختبار الشهر الاول خمستاشر درجة الشهر التاني خمستاشر يبقى كده تلاتين ونهاية الترم او الترم نفسه تلاتين يبقى ستين خمسة وتلاتين مهام ادائية يبقى خمسة وكام خمسة وتسعين وخمس درجات مواصبة يبقى هم المية. وهيتلاقي تفاصيل تاني اقرأ الورقة ديات هتفيدك جدا جدا جدا. طبعا انت كواليه امر في سنة ستة المفروض ان انت خلاص عرفت الكلام دوت. الكلام ده هيبقى مفيد للناس لسق بدء المشوار جديد لجريت فور. عندنا بعد كده هتلاقي طبعا الدروس بتاعتك في الايه في المادة كلها. المحتوى بتاع الكتاب طبعا والعدد الدروس بتاعتك موجود هنا. بعد كده بتلاقي هو عامل لك خريطة المنهج بتاعته على الموجودين هنا. خريطة منهج دي مهمة جدا لو طبعتها هتفرق معك برضو خصوصا احنا كمدرسين يعني. نبدأ بعد كده بالتسم 1. هتلاقي اكسي بلورال الاكشن. وفيه طبعا مستر كارتكس او هاني اللي احنا هنتكلم عنه طبعا لما نجي نشرح الدروس دي بازن الله. وعلى فكرة برضو احب ان المعاصر عندها بيج اسمها زاكر من المعاصر موجود عليها كل فيديوهات المادة مشروحة. ومش بس المادة دي مواد تاني كتير. عندها كمان جروب اسمه زاكر من المعاصر وعندها آآ يوتيوب تشانل او قناة على يوتيوب اسمها زاكر منه المعاصر هتلاقي عليها فيديوهات شرف بكل المواد آآ من داخل الكتاب بتاعها مدرسين متخصصين يعني. جميل. بعد كده هتلاقي طبعا احنا زي ما احنا متعودين من المعاصر هتلاقي في نهاية كل صفحة مجمع الكلمات المهمة وجايب لك الترجمة بتاعتها. وعلى كل فقرة هتطلق شرح شرحها مش بس انجليزي الشرح طبعا عربي تحتية هتطلق كده ترجمة كمساطر كده بسيطة على كل فقرة عشان يوضح لك الموضوع اكتر. جميل طبعا داعم الدرس بالصور جدا والاشكال والرسومات اللي توضح لك الدرس كويس جدا. على كل جزئية هتلاقي في حاجة اسمها بوب كويز بص خد بالك مش بقول كل درس كل جزئية عليها اسئلة كده. وطبعا هو ما اكتفاش بكده. وكمان في نهاية الدرس هتلاقي حاجة اسمها لنقاط همة وعبارات استرشادية تقدر تخليك تلخص الدرس وتتقنه بشكل كويس جدا في آآ من خلال الجزء بتاع دوت. وبعد كده في نهاية الدرس هو ما اكتفاش بالاسئلة اللي بيحطها في الدرس. لا هو حطي لك كمان في نهاية الدرس آآ آآ مثلا. واسمها لك اتنين. تدريبات من كتاب المعاصر. وحطي لك تدريبات هو من عنده آآ زي ما انت شايف كده. تاني. جميل? بعد كده هتروح للدرس التاني برضو هتلاقي نفس الفكرة وهتلاقي بعده. وهتلاقي بعده. تدريبات من كتاب المعاصر. وتدريبات من امتحانات سابقة موجودة. جميل? هتلاقيها موجودة. فاسئلة كتير. بعد كده عمل لك على الليسون آآ نومبر وان ولسون نومبر تو. وكمان حطي لك آآ تست على لسون نومبر وان ولسون نومبر تو مع بعض. يعني بس بص بص كمية الاسئلة والامتحانات اللي بيحطوها لك. يعني هو مسكك بيقول لك انت مش هتطلع من الكتاب غير وانت متقن المادة العلمية اللي موجودة. من خلال الشرح وطبعا من خلال كمية الاسئلة الكتير اللي هو بيحطوها لك. جميل. بعد كده هنمشي على نفس الفكرة كده اللي هو وبعد كده عندك تست بعد كل آآ درسين وبيجين بعد كل درسين. يعني هو آه زي ما احنا شايفين على كل. لحد ما نوصل لنهاية نهاية آآ آآ بعض كده تعالا كده نشوف نلاقي ايه بعد نومبر او. آخر درس بعد كده آهو. هتطلع ايه بقى في نهاية سيمبال. حتطلع سيمبال تاست نمبر وان ونبل two number four دون كلهم على على الايه? على السيم number one. حاطط لك اربع اختبارات مهمين على ايه? على المحور الاول. بعد كده بدأ لك المحور التاني وماشى بنفس الفكرة كده. لحد ما هنوصل للنهاية كده ونشوف برضه حاطط ايه? حاطط على سيم number two. حاطط لك سيمبل تست. one two four. بعد كده عمل ايه? حاطط لك اختبار لمنهج اكتوبر. وحاطط لك اختبار لمنهج نوفمبر. وبعد كده جمع لك هتطلق ايه بقى مراجعة شارحة كده باختصار لكل الدروس بتاعت المحور الاول وبعد كده دخل على المحور التاني برضه هتلك اربع خمس ورقات كده ايه شارحة باختصار لكل الدروس بتاعت المحور التاني خلص كده لا ده كمان هتلك عددهم قديت على نشوفهم مع بعض كده خمسة على ايه على المنهج الترم الاول كامل وفي النهاية طبعا حطلك عشرين امتحان جمعهم منين ايه بالزبط كده بربع عليك جمعهم من خلال الامتحانات اللي جات فيه المحافظات كلها يعني هو بدأ اهم القاهرة اسكندرية الجيزة لحد ما وصل اسوان عشرين اختبار من كل المحافظات الجمهورية حطهم في نهاية الكتاب عشان انت تبقى مطمن جدا وانت بتحلل ايه بتحلل الاختبارات دي وبكده يبقى خلصنا فيديو النهاردة واستنونا ان شاء الله مع ريفيو لكتاب المعاصر لصف الاول الاعدادي لمادة الاي سي تي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمدارس الرسمية والخاصة لغات باي باي